لذلك كان علي رحمة الله الأستاذ محمد الغزالي يقول سيد أديب كبير لكنه لا يدرك شيئا من الفقه فهو أديب ينظر في القرآن لغة العربية راقية لكنه لم يتذوق رائحة الفقه لم يكن ابن مدرسة فقهية تنتظم عنده الأشياء الموجودة فالخلاف الذي كان بينه وبين الناس الموجودين في السجن سيدة تتذكرون بأي كتاب ذكر هذا الأستاذ محمد الغزالي لا ولله لكنه ممكن نظر فيه في النت بسهولة لا يحتاج حكثها ذكرتي ليست قوية في حفظ الأشياء ربما أحد البعض يزاود ويقول أنتم تعتقدون سيد كذا هذا الأستاذ محمد الغزالي ابن مدرسة الحركة الإسلامية هو أنتقد في كثير من الناس الذين لم تغرهم الهالة ومن محبين سيد قطبنا قد مثل ممكن تذكر يعني اليوم مثلا الشيخ محمد الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي في أكثر من مناسبة في برامج تلفزيونية في كتاباته هو محب لسيد نعم لكن نسق الأفكار التي يطرحها يقول لك لا هذا ليس متسق الإمام الكبير أبو الحسن الندوي كتابة التفسير السياسي للإسلام نعم ذكر 12 مسألة تتعارض يعارض فيها قول وفكر المودودي وسيد قطب لأسس الإسلام نعم وأفكار الإسلام نعم وقال فيه كلاما أخشى مما نقول بكثير يعني وقال لو انتشر هذا الفكر فلن نعود نتعرف على الإسلام بعدها إلى آماد طويلة الله قال ستتغير كيمياء الإسلام وسيصعب علينا استرجاع الشباب من هذا الطريق نعم اشتركوا في القناة